الله ، الله ، والحمد لله الله ، سبحان الله الله ، والحمد لله الله ، سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفيه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا معكم إلى هذا المقطع قال والمركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما وصلنا إلى الشرح العلمة أعيد تطبيق الشرح أقول المركب هو الذي تلتأم ماهيته من عدة أمور هذا تعريف للمركب يعني ما بدأ تصوري فبالضرورة يكون تحققه إذا وجد متوقفا على تحقق تلك الأمور لماذا؟ إن المركب قائم بأجزائه والمتوقف على الغير متأخر عنه مسألة عقلية أن المركب دائما يتأخر عن أجزائه ومكوناته فالمركب متأخر عن تلك الأمور فيتأخر عن كل واحد منها مجتمع أو منفصلة مثلا الإنسان مركب من روح وبدن في حالة الاجتماع يعني تعلق الروح بالبدن فهو متأخر عنهما حتى في حالة تعلق ما هي نوعية التقدم المتأخرة بمسألة أخرى وكذلك متأخر عن الروح لوحدها وعن البدن لوحده فتقول الروح متقدمة على الإنسان البدن متقدم على الإنسان الإنسان متأخر عن الروح والإنسان متأخر عن البدن إذا أردت كذلك الإنبساط في المعلومة تقول الإنسان متأخر الروح متقدمة اكتسبت معقولين فلسفيتين معقولين ثانيتين فلسفيتين مفهوم التأخر ومفهوم التقدم لسنا في هذا الصدد الآن نعم يقول فالمركب متأخر عن تلك الأمور يعني المكونات الأجزاء فيتأخر عن كل واحد منها إذا كانت كثيرة أو كانت مثلا إثنين فكل واحد منها موصوف بالتقدم يعني الروح متقدمة على الإنسان البدن متقدمة على الإنسان في طرف الوجود ثم إذا عدم أحدهما لم تلتأم تلك الأمور فلا تحصل ما هي تخيل الروح انفصلت عن البدن يعني راحت إلى عالم البرزخ الصعودي أو بقول بعض المتكلمين دخلت في كتم العدم فتنتفي المهية إذن المهية قائمة بتلك الأجزاء إذن وجدت الأجزاء تنوجد وتكون متأخرة عن أجزائها ومكوناتها إذا انتفت مكونة واحدة تنتفي المهية المركبة فيكون عدم أي جزء أي مكون منها كان من تلك الأمور يعني منها علة لعدم المركب الإنسان ينتفي بانتفاء الروح والعلة متقدمة على المعلوم قاعدة كلية لأن العلة هي التي تفيض المعلوم فكل واحد من تلك الأمور يعني المكونات يعني الأجزاء موصوفهم بالتقدم في طرف العدم أيضا يعني انتفاء الروح متقدمة أو متقدم على انتفاء الإنسان أيضا فقد ظهر أن جزء الحقيقة يعني جزء المهية المهية في دار الوجود فقد ظهر أن جزء الحقيقة متقدم على الحقيقة في الوجود والعدم لكن في الوجود باعتبار الموجودية والعدم باعتبار المعدومية ثم إن الذهن مطابق للخارج فيجب أن يحكم بالتقدم في الوجود الذيني والعدم الذيني فقد تحقق أن المركب خلنا هذه فقد تحقق خلوها ما هي في التحقق الوجودي باعتبارها متأخرة عن أجزائها فالأجزائها يجب أن تكون متحققة لأنها علة المركب المركب لا يتحقق إلا إذا تحققت أجزائه ومكوناته هذه مسلمة في العدم كيف؟ إذا انتفت الروح فصلت عن البدن ينتفي الإنسان يعني هناك عندنا حقيقة عدمية وترتبت على حقيقة عدمية أم اعتبار في اعتبار اعتبار في اعتبار هذا الاعتبار في الاعتبار هو يسميه الذهني لماذا؟ لماذا؟ لأنه بنشاط ذهني وصلنا إليه بنشاط ذهني وصلنا إليه وإلى ما عندنا الأعدام في الخارج فقد ظهر أن جزء الحقيقة المتحققة متقدم عليها في الوجود لأن وجود الجزء هو الذي يؤدي إلى وجود المركب والعدم هذا الاعتبار الاعتبار يعني الروح إذا انتفت يتحقق العلة العدمية بالاعتبار والتي هي رفع العلة فمجازا والدعاء نقول عدم العلة مسبوق على عدم المعلوم عدم الروح مسبوق على عدم الإنسان وإن ما عندنا لا عدم على مستوى العلة ولا عدم على مستوى المعلوم وإنما رفع الوجود نعم ثم أن الذهن مطابق للخارج فيجب أن يحكم بالتقدم في الوجود الذيني والعدم الذيني في الذيني نعم هذه العبارة ما معنها معنها يعني إذا عايننا الخارج ورأينا الأجزاء متقدمة والمركم متأخر فيجب أن نفهم التقدم في الأجزاء ونفهم التأخر في الإنسان ما عندك الله هذا الطريق أنت لست في متن الخارج في متن الذين فهذا الكلام في تصوري أنا لا معنى له نحن نفهم التقدم للأجزاء ونفهم التأخر للمركب نعم فالذيني يجب أن يفهم هكذا ما عندنا تقدم خارجي وتقدم ذيني عندنا تقدم واحد وتأخر واحد وهو في متن الوجود ثم نصلط عليه الفهم ما كان متقدما نفهمه متقدما وكان متأخرا نفهمه متأخرا حتى تأتي المطابقة مطابقة الفهم للواقع الخارجي نعم فقد تحقق أن يعني تحقق تحقق علميا فقد تحقق أن المركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا في دائرة الوجود والعدم بالقياس الذين والخارج لا ما عندنا ذين وخارج عندنا خارج فقط فالذهن يأتي ويفهم هذا الخارج هذا الخارج إذن إذا قلنا عندنا ذين وخارج يعني عندنا خارج تجلس أفق الفهم فهم فما كان متقدما في الواقع الخارجي كيف يفهم يفهم متقدما ما كان متأخرا يفهمه متأخرا إذا عرفت هذا فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجوز نعم يستلزم استغناء الجوز عن السبب عن السبب الجديد عن السبب الجديد يعني هذه مسألة في تصوري أنا شهودية إذا كان للجزء عل مثلا الله تعالى يخلق الروح الروح بدون عل لا يمكن الله تعالى أوجد الروح أين يوجدها يوجدها في دائرة الإنسان الروح هكذا لوحدها لا معنى لها الروح في هذه النشأة متعلقة بالبدن ومجلد أن تتعلق في البدن يتعين الإنسان إذن في جزئيتها للإنسان لا تحتاج إلى علة أخرى علة الخلق جعلتها جزءا للإنسان فلا يحتاج إلى علة أخرى فيستغني عن علة أخرى يعني الخالق حينما أوجد الروح أوجدها في بدن أوجدها في بدن بعنوان الجزئية للإنسان نعم إذا عرفت هذا فنقول هذا التقدم الذي هو من خواص الجوز ويستلزم استغناء الجوز عن السبب الجديد لسنا نقول إنه يكون مستغنين عن مطلق السبب لا الروح أوجدها الله لكن إذا أوجدها في بدن فلا يعطيها كذلك علة الجزئية لا بهذا الإيجاد البسيط أوجدها جزءا للإنسان نعم يعني العلمة الحلة كأنه استشعر الإشكال كيف يعني السبب الجوز يعني الجوز كالروح للإنسان يعني تستغني عن السبب مطلق ليقول لا عندها إلا هي الخالق أوجدها في البدن لكن إذا أوجدها في البدن لا يجعلها إلا أخرى تكون بها سببا للإنسان لا أبدا ولهذا يقول لسنا نقول كأنه يدفع إشكال كيف يعني الجوز ليس له سبب مطلقا لا يقول سبب جديد يعني سبب يجعله جزءا للإنسان لسنا نقول إنه يعني الجوز يعني الروح مثلا يكون مستغنين عن مطلق سبب لا فإن فاعل الجوز هو فاعل الكل أعمل خط تحت هذه العبارة فإن فاعل الجوز هو فاعل الكل يعني الله تعالى إذا أوجد الروح في البدن فقد أوجد الإنسان لا يجعل الروح ثم يجعلها سببا للإنسان كم عملية عملية لا 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 أوجد الروح في البدن تحقق الإنسان بذلك الجعل بجعل واحد وذلك لأن المتقدم لا يعقل احتياجه إلى علا متأخرا عن المتأخرا نعم يعني الجوز في كونه مكونا للمركب لا يحتاج إلى علة جديدة بل ولا خارج عن علة المركب فإن علة كل جزء داخل في علة الكل يعني الله تعالى إذا خلق الروح في البدن فقد خلق الإنسان نعم نقول انظر فإن علة كل جزء داخل في علة الكل فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الدين فهو بي واضح جدا وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو غني عن السبب نعم يعني الله تعالى لا يخلق الروح ثم يخلقها جزءا للإنسان لا في خلقها في البدن فقد جعلها جزءا للإنسان بذلك الجعل البسيط الأوحدي نعم وهذه الخاصية أعام من الخاصية الأولى لأن الأولى يحصول المنصوف بالتقدم والثانية يحصول المطلق نعم لاحظت كيف إذن الروح لاحظها بليحظين معلولة لي الله تعالى فلها سبب مطلق وهي تكون علة للمركب فهل الله تعالى يأتي ويجعلها علة للمركب لا إذا جعلها في البدن فقد جعلها في المركب نعم في المركب لكن العقل يجعل العلة المطلقة متقدمة على العلة في دائرة المركب لأن الروح إلا للمركب وهذه الخاصية أعام من الخاصية الأولى لأن الأولى هي حصول الموصوف بالتقدم والثانية هي الحصول المطلق نعم هذه مسألة جدا جميلة ودقيقة والآن في الفلسفة واضحة جدا يسمى الجعل البسيط والجعل المركب نعم عندنا الجعل البسيط وعندنا الجعل المركب في مكونات المركب يكفي الجعل البسيط لتحقق المركب نعم يقول وهذه الخاصية أعام من الخاصية الأولى وهذه الخاصية يعني كون الجز عل للمركب كون الجز مكون للمركب أعام من الخاصية الأولى الخاصية الأولى الله نعيد وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخرج فهو الغني عن السبب وهذه الخاصية أعام من الخاصية الأولى لأن الأولى هي حصول الموصوف بالتقدم بالنسبة إلى المتركب والثانية هي الحصول المطلق يعني الروح لا اعتمارا كونها معلولة لله تعالى وكونها مكونة للإنسان يعني للإنسان ذاك إن وجاد مطلق وهذا إن وجاد للإنسان إن وجاد للإنسان هنا نسأل هل العلة إذا أوجدتها أوجدت الروح ثم توجدها مرة ثانية للإنسان لا نقول بإن وجاد ها المطلق كانت جزءا للإنسان يقول وهذه الخاصية يعني إذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغني عن السبب يعني في كون الروح متقومة للإنسان لا تحتاج لها علة جديدة وهذه الخاصية يعني كون الروح علة للإنسان أعام من الخاصية الأولى لأن الأولى هي حصول الموصوف بالتقدم والثانية هي الحصول المطلق المطلق ولهذا يقيل لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غينيا عن السبب الجديد كونه جزءا نعم يعني أنت الروح الروح تقول متقدمة على الإنسان نعم يعني الإنسان بدون روح لا معنى له فالروح متقدمة على الإنسان إنها جزءا الإنسان هنا نسأل يعني الروح تاجت إلى علا في نوجادها ثم تحتاج إلى سبب جديد في كونها جزءا للإنسان هنا محقق الطوص يقول يقول بالجعل المطلق يكفي الجعل المطلق يكفي يعني إذا أوجد الروح متعلقة بالبدن فقد تحقق الإنسان لا يجعل الروح متقدمة متعلقة بالبدن هذا السبب الأول ثم سبب ثاني يعني يجعلها جزءا للإنسان لا ولهذا قال في المتن والمركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بينها يعني الأجزاء التي تركب المركب وعدما بالقياس الذي نهن والخارج يعني في الخارج الأجزاء متقدمة على المركب وهي التي تقومه وتتقدم عليه والذهن يفهم هذا الشيء كذلك كما هو في الخارج يفهم أن المكونات سابقة ومتقدمة على المركب وهو علة الغنى عن السبب علة الغنى عن السبب يعني في كونه جزءا للمركب يعني في كون الروح جزءا للإنسان لا تحتاج إلى علة جديدة بالعلة الأولى تكفي نعم إذا أوجد الله الروح في البدن بهذا الجعل البسيط جعله مركبا جعله مكونا للإنسان والإنسان مركب من هذه الروح والبدن نعم وهو علة الغنى عن السبب علامة الحلي استظهر من هذا الكلام إشكالا ما هو كيف يعني الروح لا تكون معلولة في كونها مكونة للإنسان أما في أصلها فهي معلولة لله تعالى في جعلها متعلقة بالبدن فجعلها جزءا للإنسان بهذا الجعل البسيط فلا تحتاج إلى جعل جديد يجعلها جزءا للإنسان هذه العبارة وهو علة الغنى عن السبب هذا السبب ثاني فباعتبار الذين بيّن نعم الذين يدرك أن المكونات متقدمة على المركب وباعتبار الخارج غني يعني المكون لا يحتاج لا علة تجعله مكون للمركب إذا خلقته في المركب فهو كان متقدمان فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الذين فهو بيّن يعني الذين يدرك أن المكونات متقدمة على المركب يعني الروح والبدن متقدمان على الإنسان وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغني عن السبب يعني لا يحتاج إلى حفية خارجية تجعله جزءا تجعله كيانا نعم الله جعل الروح كيانا نعم الروح ممكنة مخلوقة أما كون الروح جزءا للإنسان فتحتاج لا علة لا تقول بالخلق الأول يكفي بالخلق الأول يكفي وإذا شئت الدقة الدقة لا الله تعالى خلق الإنسان خلق الإنسان خلق المركب دفع واحدا ثم يأتي الذين ويحلل الأجزاء ويقول كل مركب تتقدمه الأجزاء هكذا الأمر نعم وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج هل يحتاج إلى علة تجعله جزءا للكل لا فهو الغنى عن السبب وهذه الخاصية يعني الغنى عن السبب أعام من الخاصية الأولى لأن الأولى هي حصول الموصوف بالتقدم يعني الله تعالى يجعله دفع واحدة متقدما على المركب والثانية هي الحصول المطلق الحصول المطلق يعني الخلق المطلق للإنسان ولهذا قال لا يلزم من كون الوصف لا يلزم من كون الوصف بيّن الثبوت لشيء ولا يلزم من كونه غني عن السبب الجديد كونه جزء نعم يعني الروح خلقها الله تعالى سلمنا في كونها جزء للإنسان غني عن السبب نعم غني السبب لماذا لنلغو تحصيل للحاصل فإذا أوجد الله تعالى الروح في البدن فقد أوجد الإنسان ولهذا قيل لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غني عن السبب الجديد كونه جزء نعم فالله تعالى إذا خلق الروح في البدن فخلق الإنسان إذن الروح في كونها جزء للإنسان تحتاج إلى علة جديدة يعني الله تعالى يخلق الروح ثم يخلقها جزء للإنسان هذا خطأ إن الله تعالى إذا خلق الروح في البدن فقد خلق الإنسان وقلت لكم العملية بالعكس هذه عملية تحليلية الله خلق الإنسان إني جعله في الأرض خليفة خلق الإنسان ثم العقل يحلل هذه الطبيعة الإنسانية يجد أن هذه الطبيعة الإنسانية لها بعد إله والروح وبعد أرض وهو البدن فتتعلق الروح بالبدن بخلق إلهي بقدرة إلهية فالعقل يقول إذا كان الإنسان متكونا من الروح والبدن فحتم الأزام تقدم على الكل على المركب نوعية هذا التقدم ما هو ليس تقدما زماني أبدا وإنما التقدم الجوهر كما بين في الفلسفة فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاثة ذاتي يعني الجزء المركب الجزء المركب يعني خذ الروح والبدن مثلا فقد حصل لكل ذاتي أعطي بالمثال أحسن الإنسان مركب عنده روح وبدن الروح تعلقت بالبدن فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاثة الأولى وجوب تقدمه في الوجود والوجودين والعدمين وهذه متعاكسة عليه يعني في في الوجود نقول تنوجد الأجزاء ينوجد المركب في العدم إذا 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 انتفى المعلوم المركب يعني انتفت أجزاؤه فهنا وجود ونه عدم تعاكس ثالثة استغناءه عن السبب الجديد يعني كون الجزء جزء للمركب لا يحتاج إلى علة أخرى عن السبب الجديد يعني علة أخرى تجعله جزءا لا أبدا يعني الله تعالى يخلق الأكسجين لوحدي ثم يخلق الإيدروجين لوحدي ثم يخلق المجموع حتى يتشكل الماء لا لا أبدا إذا ربط الله تعالى الأكسجين بالأكسجين بالأكسجين بالهدروجين بقدراته المطلقة فتحقق الماء هذا يكفي يعني هذا الربط الأولي يحقق الماء لا نحتاج لا ربط جديد نعم الثاني استغناء الجزء يعني الذاتي الذاتي هنا عن الجزء عن السبب الجديد الثالثة امتناع رفعه رفعه عما هو ذاتي له نعم هذا جدا جميل هذا الكنان خذ الإنسان مثلا الإنسان حيوان ناطق إذا تعين هذا المركب فالذاتي يكون ضروري يكون ضروري فلا يمكن أن يرفع مدام الهوية موجودة الإنسان إنسان لا يمكن أن يرفع حكمة الله هكذا لا يمكن أن تبقى الهوية الإنسانية متعيلة والأجزاء منتفية إذا كانت الأجزاء موجودة بالضرورة الهوية موجودة وإذا كانت الهوية موجودة بالضرورة الأجزاء موجودة طبعا هذه ضرورة ضرورة ذاتية ليست أزالية كما يأتي إن شاء الله في الالهيات بالمعنى الأخص الثالثة امتناع رفع الذاتي عما هو ذاتي له نعم يعني كيف بالجعل البسيط الخلق البسيط يمكن لله تعالى أن لا يخلق الإنسان مطلقا يبقى في جلاله وجماله يمكن أو لا يكون نعم يمكن لا يخلق الإنسان لكن إذا خلق الإنسان وجعل له مكونات سمها الذاتي هنا ما يقوم الذات الذاتي يعني المنسوب إلى الذات إذا خلق الإنسان فهذا الذاتي ضروري للإنسان ضروري أي نوع من الضرورية الضرورية الذاتية ليست الأزالية ضرورية في داعش الممكنات ضروري لا ينفك عن الإنسان ما دام الإنسان متعينا الثالثة امتناع رفع الذاتي يعني المكون يعني الجزء عما هو ذاتي له وهاتان الخاصتان إضافيتان يعني نسبية نعم أعم منه أعم منه هنا الضمير والباقية في كل مركب أعم من المركب لمشاركة بعض اللواز منه في ذلك نعم إذن عندنا خاصية الأولى وجوب التقدم يعني تقدم الأجزاء على المركب في الوجود وتقدم الأجزاء على المركب في الدهن يعني في الفهم ثم الجزء لا يحتاج إلى علة جديدة سبب جديد في كونه جزءا للإنسان لا في تعلق الروح بالبدن يكفي لتحقق الإنسان ثم أن الذاتي في تعيون المهية لا يمكن رفعه وهذه قاعدة جميلة جدا قلنا مبدأ الهوية هو الأساس في جميع المعايير العقلية كل المعايير العقلية تخدم مبدأ الهوية إذا لم يكن الذاتي ضروريا للذوات للمهيات لا يستقر الوجود لا يستقر الوجود يعني هذا الإنسان متجلي في زيت متجلي في ليلة عنده بدن وروح في زيت وبدن وروح في ليلة تخيل أن الروح ليست ضرورية للإنسان ليست ضرورية للإنسان يعني يمكن تأتي وتروح يمكن تأتي وتزول فهوية الزيت تستقر كهوية إنسانية أبدا هوية ليلة تستقر كهوية إنسانية لا تستقر أبدا وهكذا دولك في جميع المخلوقات فلا يستقر الوجود إذن حتى يستقر العلاية الإلهية ماذا فعلت فعلت هذا الفعل وهو حكيم مكونات الطبائع مكونات الحقائق مكونات المركبات دائما تكون ضرورية لا ترفع حتى تستقر هذه الواقعيات وإلا لا تستقر وبالتالي الوجود الخلقي لا يستقر وبالتالي يكون لغو لا معنى له نعم يعني زيد في لحظة إنسان في لحظة أخرى ربك يعلم ماذا يكون لماذا لأن المكون الأساسية فيه هي الروح قد تنتفي لأنها ليست ضرورية فيه هذا لا يعني أن الروح لا تحتاج إلى عل لا في كونها مكونا لإنسان تكون ضرورية لتعين الطبيعة الإنسانية نعم قال المسألة الرابعة في أحكام الجوز يأتي إن شاء الله بالتفصيل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على